نحن في صباق بيننا وبين الدول الاستكبارية بين المشروع الغربي الذي يريد أن يغير هويتنا نحن في صباق زمني إما أنه يسيطر على شبابنا بينشر في عقول شبابنا ثقافة الظلام والظلمانية والانحراف أو نحن منحصنهم واحدة من اثنين من يسبق كما في الحديث علموا أولادكم وصايا الإمام الصادق على السنة